ثالثا قائمة التدفقات النقدية Statement of Cash Flows هي قائمة باختصار تتضمن عناصر المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية التي نتجت عن الأنشطة المختلفة التي تزاولها المنشأة وذلك خلال فترة زمنية معينة وفي النهاية تساعد هذه القائمة في إظهار ما يسمى بصافي التدفقات النقدية التي حدثت داخل الوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة فهذه القائمة تقوم بتقسيم أنشطة المنشأة إلى ثلاثة أنواع من الأنشطة لدينا الأنشطة التشغيلية تظهر هذه القائمة المتحصلات النقدية من هذه الأنشطة التشغيلية ثم تخص منها المدفوعات أيضا النقدية للأنشطة التشغيلية ثم في العنصر الثاني الأنشطة الاستثمارية تظهر فيها أيضا المتحصلات النقدية نائص المدفوعات النقدية أيضا ثم في النوع الثالث الأنشطة التمويلية تظهر بها أيضا المتحصلات النقدية ثم مخصوما منها المدفوعات النقدية النتيجة هنا تكون صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ثم هنا صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية ثم هنا صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية وفي النهاية عند جمع هذه الأرقام الصافية نصل إلى صافي التدفقات النقدية خلال الفترة والتي تضم أو تضاف على رصيد النقدية أول الفترة تكون النتيجة هي رصيد النقدية آخر الفترة طبقا لهذا الشكل المختصر يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية ونلاحظ أنها تطمنت المتحصلات والمدفوعات عن مختلف الأنشطة ثم نتج في النهاية صافي التدفقات النقدية خلال الفترة التي يتم إعداد هذه القائمة عنها وتساعد هذه القائمة في تحديد مدى دقة رقم الأرباح الظاهر في قائمة الدخل